ونبدأ بقى مع وعد لأن في معانا أخبار النهاردة برضو حلوة جدا وحاجة بقى تشرف طول ما فيه كده رموز لنادي الأهلي بتتقرم وبتتقدر كمان بنتكلم مش محليا عالميا أعتقد دي حاجة بتساعدنا كلنا كريمة أكيد وحبين طبعا في بداية حلقتنا النهاردة نقول ألف مبروك لكابتن سيد عبدالحفيس على الدكتوراء الفخرية اللي منحتها له جامعة دالفورد الأمريكية طبعا تقديرا لجهوده وخدماته في مجال إدارة الشؤون الرياضية اللي حصل إن كابتن عبدالحفيس تسلم من وفد الجامعة شهادة الدكتوراء باللغتين العربية والإنجليزية طبعا بالإضافة إلى درع الجامعة تقديرا لما يقدمه مدير الكرة بالنادي الأهلي من خبرات في المجال الإداري لكرة القدم لسنوات طويلة هنرجع تاني ونقول الأهلي منظومة متكملة الأركان حاجة محترمة كلنا بجد فرحنا عايز أقول لكم الأهلوية يعني والله العظيم تويتات قد كده بتبارك يا كريم لكابتن سيد شخصية محترمة جدا وشخصية لطيفة على كمان مستوى الشخصي وعلى مدى التاريخ لو إحنا هنتكلم بقى تحديدا الأهلي دايما بيثبت وإحنا دايما بنتكلم عن حاجة كمان نتكلمش من وجهة نظرنا دايما تلاقي حد كده بيفخم في نفسه أعرف إن ده يعني ما فيش بيز بيتكلم على أساسها ما تيجي أنت تتكلم بالوقائع وبالأرقام وبفكرة التقدير هنا كمان الدولي والقاري أعتقد هو ده أكبر إثبات أنت بتتكلم في حاجة كبيرة جدا أنت بتنتمي لها وكمان الرموز الموجودة اللي بتنتمي لهذا الكيان رموز محترمة وبتشرفك فيه كل المحافل الدولية وفيه الأماكن المختلفة تتكلم عن أكبر أندية الشرق الأوسط كمان أعتقد ده يعني نتاج موجود سيستم على مدار السنين طويلة جدا هنقول يمكن من بداية نشأة النادي الأهلي 1907 وتوارثها أجيال وراء أجيال يعني إلى جانب كمان طبعا فكرة هنا النادي أنه على طول مهتم أنه هو يطلع كوادر محترمة كوادر للمنظومة الرياضية تساعد وتكون بشكل عام سوأ نتكلم تدريبيا أو رياضيا أو إداريا بتعمل بشكل احترافي هو ده اللي احنا نعرفه على مدار سنين وأجيال مختلفة طبعا مع النادي الأهلي ألف مبروك مرة تانية كابتن سيد عبد الحفيظ وبنضم صوتنا لصوت كل أهلاوي بارك لحضرتك وعلى فكرة فيه أهلاوية كتيرة فيه ناس كتيرة مش أهلاوية باركت لكابتن سيد وده موجود على تويتر تحديدا لحضرتكو حابين أن أنت تخش تشوفه يعني فيه شخصيات يا كريم مش مهم بتنتمي لأنهي نادي لأنهي كيان بس بتنال إعجاب وبتنال احترام الجميع فده على فكرة على كل الأصعاد مش بتكلم بس عندنا في النادي الأهلي فيه كده كوادر فعلا لأزم تحترمها بطبيعة الحال وإلا ما كانش يبقى مثلا كابتن محمود الخطيب محبوب جدا ومقدر جدا من كتير جدا من الزمال كوية ما كانش كابتن حسن شحاتة يبقى متشال على الرأس من أغلب الأهلوية أو ده ما كانش كلهم دي الحاجة الطبيعية اللي المفروض تكون حصلة بعيدا طبعا أكيد فكرة الانتماء لنادي معين أنت بتحبه وبتشجعه حاجة لطيفة لكن ده مش معناه أفدا أن أنت تقلل من أي حد تاني أو يعني تهمش من أي حد تاني اللي صارح النادي اللي أنت بتنتمي لي هي دي الروح الرياضية كما ينبغي أن تكون